وعايز اقولك على حاجة في ثلاث ايام الاسعار انتخفضت سبع في المية سبع في المية دي على فكرة سبع في المية في السلعة الاستراتيجية بالمليارات تساوي في الرقم التضخم رقم ده شيء اشبه عشان الناس تبقى فاهمة اشبه بانك انت كشفت جريمة اتل غامضة جدا 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 في ثلاث ساعات يعني محتاجة مجهود وادارة يعني انا فخور ان انا مواطن في بلد فيها هذه الحرفية والمهنية في ادارة الازم احنا كده كده الحلقة دي بجد بجد مش هنحسبها يعني مش هتحسبها علي ان حضرتك جت لنا احنا لازم هنتقابل قبل رمضان ضروري جدا وماليش دعوة بكل الموعيد اللي خدتها من كل البرامج والنبي والله انا البرامج بتزعل مني بس انا يعني عايز اقول لحضرتك ان احنا طبعا الدور الاعلامي مهم وان احنا نبين مجهود الدولة ده مهم لكن احنا كمان عندنا شغل انا عارف بس احنا هلا يعني من الوقت ده ان انا يعني سادة الاعلاميين مزعلوش من الناس شوف لكن هقول لك على حاجة بقى يعني انا هاخد بقى ايه اولا العشم واخد المنطق الاتنين وانا عارف نتحب المنطق اكتر بس يعني هحط سنة عشم دي القناة دي البرنامج ده بتاع الناس الغلابة والقناة دي بتاعة المية واربعة مليون مواطن مفلوسهم اولا ريحلهم كلهم دون استثناء وبالتالي الناس اللي بتتفرج وفعلا المية واربعة مليون هم هينتظروا المهندس ايمن حسام يقول لهم قبل رمضان هيعملوا ايه حاضر والاجراءات اللي بتاخدها الدولة ويطرى عملنا ايه خلال الاسبوعين ما احنا فضلنا على رمضان يجيوا اسبوعين مرسد ان شاء الله كنت صوت طيب فالاسبوعين اللي فاتوا دول حصل فيهم ايه والجهاز عمل ايه وما الى ذلك اكيد فيه مكتب متابع عند حضرتك انا يوميا بنزل الرقم بتاع جهاز حماية المستهلك واشجع عنقه طلع على الهواء لسه بنزلش يغزيمة هتكسفني بنزل كل يوم كل يوم على الهواء علشان الناس لازم لو في حاجة يتكلموا من تلت ايام كنت بعد بنعمل هنا وكننا بنعرف بريزنتيشن عملها مجلس الوزراء وكنا بنتكلم على الضبطيات اللي عملها الجهاز ومعدلات اقد ايه ونسب حل المشاكل وصلت لكام بعد ما كانت كام ايوة 19 5 88 اهو اهوه على الوزراء